سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم نحن معكم على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي للإعلام في بداية هذه الحلقة ورحبوا إياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله أعزائي نستقبل اتصالاتكم و استفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل وكذلك عنوين وسائل التواصل الاجتماعي التي ستظهر على شاشة اتباعها حياك الله يبغي الشيخ الله يبغي فيك ويحفظكم إن شاء الله يبغي الشيخ اليوم معك والمشاهدي الكرام والتلذذ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي الحياة في ظلال كتاب الله الكريم نعمة يعرفها من ذاقها نعمة تبارك العمر وتزكيه وتسعد القلب وتهديه وأي نعمة على العبد أعظم من أن يكلمه المولى سبحانه وتعالى بهذا القرآن إنه لنعمة ورحمة وذكرى يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ويقول سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا القرآن الكريم والكتاب العزيز والتنزيل العظيم منهج حياة لأمة الإسلام وهو رسالة الإسلام يحملها العلماء والدعاء وعظة الوعاضي يحركون به القلوب ولسان الخطباء على أعواد منابرهم فيه الكفاية والموعظة والهداية والبرهان تمتلئ النفوس فرحا بهذا القرآن ويفيض هذا الفرح والبشرى على الوجوه والبيوت والمجتمعات تزداد نورا وألقا وسعادة عندما يكون هذا القرآن ورد لسانهم ودستور حياتهم ومنهج عملهم يفرح المؤمنون بهذا القرآن وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده الحامدون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا التلذذ بالقرآن ديدن الصالحين وتتأتى هذه اللذة بالاستماع له والإنصات عند سماعه وعند ذلك تنزل الرحمات وتحل البركات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون تلاوة القرآن جزء من التجارة التي لن تبور ويزداد التالي له فضلا وينال مغفرة الباري إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يقول الله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويقول جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال عز وجل حاثا عباده المؤمنين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال تعالى مثنيا على عباده الذين يتأثرون بهذا الكتاب العظيم ويؤمنون بالحق ويسلمون له وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويقول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ويقول صلوات ربي وسلامه عليه يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورقا ويزاد بكل آية حسنة وقال صلى الله عليه وسلم الصيام وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان القرآن بستان العارفين حيث ما حلوا منه حلوا في نزهة والقرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض وقد ورد في الحديث من اشتاق إلى الجنة فليسمع كلام الله قال الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق وقال سهل التستري رحمه الله علامة حب الله حب القرآن وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله من أحب الله أحب كلام الله ولم يشبع من تلاوته وقال أحمد بن أبي الحواري أعجب من حفاظ القرآن لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجات به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أمين يبارك فيك فضي الشيخ سنبدأ ببعض ما وصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما أخرجنا من هذه الأسئلة عبر الواتساب فضي الشيخ أبدأ من خيري من ليبيا كان قد سال عبر وسائل التواصل عن حكم من أصبح جنوبا وهو صائم وهذا يحدث شيخنا كثير منها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى من أصبح جنوبا من احتلام وقد بدأ الصوم فصومه صحيح ولا شيء عليه إلا أنه يغتسل لصلاة الفجر وكذلك من فرغ من معاشرته قبل أدان الفجر ثم دخل عليه الفجر وهو جنوب فإن صومه كذلك صحيح يدخل في الصوم ثم بعد ذلك يغتسل فضي شيخ الحقا بهذا السؤال أيضا عبر وسائل التواصل نرى أن هناك ربما فتاوة قديمة للعلماء أو بعض العلماء المحدثين شيخنا عن موضوع الاستمناء من استمنى أنه لا يفطر لأنه ليس من جماع لا الاستمناء يفطر لأنه تعمد الإنزال هنا الكلام في الاحتمال أنه لم يتعمد غلبه الاحتلام في ذلك أما التعمد فهذا يفطر لا شك فنتعمد حتى التذكر في مثل هذه الأمور وأمنى فإنه يؤدي إلى فطر ويعيد يوم فقط شيخ؟ نعم يعيد يوم فقط بخلاف الجماع الجماع عليه الصيام ستين يوما شهرين متتابعين نعم فرضنا شيخ في موضوع الجماع أن الزوج ليس صايم يعني جاي من سفر هو ليس على صيام؟ حتى ولو لأنه هو الذي تسبب بهذا والمرأة ينبغي يعني يجب عليها أن لا تمكنه من نفسها نعم أنتقل إلى عادل من الجزائر شيخ يسأل عن حكم زكاة الوديع الاستثمارية وعن زكاة القرض الشيخ نعم الوديع الاستثمارية أول شيخ؟ الوديع الاستثمارية نعم هذا ملكك أنت الذي جمدته باختيارك يعني المال نامن وهذا وأنت مستثمره يعني مستثمر المال فإذا كان بالإضافة إلى مالك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة على أصل الوديعة وعلى ما سيلحق به من أرباح وحول الأرباح حول رأس المال نعم نعم لكن فضي الشيخ سنتي لزكاة القرض لكن إذا كان أرباح الوديعة نعم ما توصل مبلغ الزكاة على الأقل أنت مقصر في الإداع لدى جهة لا تعطيك نعم البنوك هذه الأيام يعني ماذا أقول يعني لا أريد أن أشدد عليهم لكن حقيقة هم يعاملون الناس يعني معاملة سيئة حتى المصارف الإسلامية يأخذون يعني حتى أكثر من نسبة الزكاة يعني يأخذ مثلا هو تسعة وتسعين في المئة ويعطي الواحد بالمئة للمتعامل يعني حتى لا يعطيه زكاة حتى إن بعض الظرفاء كان يقول لو أنني بعت الفولة في الشارع لكنت على الأقل يعني ربحت بإقدار الزكاة هذا حتى بإقدار الزكاة لا يربحه نعم لكن إذا وجدوا تاجرا كبيرا ورأس ماله كبير لا ويستطيع أن يتفاوض معهم يعطونه ربح أكثر ماذا عن زكاة القرض فضيل الشيخ سواء نفترض الافترضين الشيخ لي أو عليه نعم أما إذا كان علي فليس عليها زكاة لأنني أصلا مديون ويخصم منهما كان مستحقا الآن عند غير الشافعية الشافعية زكاة لا علاقة له بالقرض الذي على الإلسان لأن هذا حق للفقراء والمساكين ومصارف أخرى وأما القرض فحق للدائن فقط طيب أما إذا كان القرض لي يعني أنا أطالب أناسا هنا الآن للتيسير على الناس ينظر إلى هذا القرض إذا كان هذا القرض مضمون الوفاء مضمون السداد فإنه عليه أن يزكيه في كل عام أما إذا لم يكن مضمون السداد فيستطيع أن يصبر عندما يستلم هذا المال يخرج زكاة سنة هو يكمل السؤال عفوا شيخنا في موضوع زكاة القرض يقول القرض الذي أعطيته شخص هل ممكن احتساب نصفه من الزكاة؟ لا لأنك أنت لم تخرج بنية الزكاة إذا كان هذا أنت في لحظتها تنبي بنصفها الزكاة نعم في لحظتها إذا نويت أن النصف هذا المال الزكاة ولم تخبره ثم لما جاء يسدد لك تقول لا أنا أريد فقد النصف تأخذ الباقي ولا تأخذ الذي نويت به الزكاة فضي الشيخ سألكم إن شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن ثمت السؤال يرد ونحن نتطلق لموضوع أهمية المذاهب فضي الشيخ بالإسلام البعض يقول هذه الأصوات تخرج هنا من عالم أو متعالم غالبا أرى من المتعالمين ليس من العلماء لا العلماء لا يقولون مثل هذا نعم يقول يا شيخنا العلماء لا يقولون لكم كل شيء هم الذين درسوا الكتب ويعرفون مذاهب واختلاف الفقهاء لكن لا يقولون لكم كل شيء يعني ينشرون بين العامة أن العلماء لا يقولون لكم كل الآراء طيب حتى لو قال لك كل الآراء كيف تستطيع أن تميز إنما الآراء آراء أهل العلم وأدلتهم وهذه الأشياء تطرح في المجالس العلمية ليس للعوام العوام ماذا يدري أن هذا حديث صحيح أو لا هذا الفهم صحيح أو لا ولذلك المفتي عليه أمانة في رقبته أن يقول الرأي الذي هو يدين الله به وهو الذي يراه راجحا إلا إذا كان المستفتي طلب منه الرأي أو القول على بناء على رأي شخص معين أو مذهب معين هذا شيء آخر فهو خرج من العهدة يقول فلان يقول كذا وأنت أم تشعر أما إذا تريد أنا أقول لأن مذهب العامي مذهب شيخي الذي يفتيه فلكي أنا أتحمل نتيجة الفتوى أنا أقول لك ما يرضي الله تبارك وتعالى ما يسألني الله تبارك وتعالى ويحاسبني عليه لا أستطيع أن أفتيك بشيء آخر طيب أما إذا كنت أقول لك ما عارف هذا الكلام كلمة يعني يراد به إنزال أهل العلم في عيون الناس والتقليل من قيمتهم لأنك أنت تعرف هناك آراء شواث في الفتاوى فيه شواث واحد قال رأيان لكن هل اتبعه أحد؟ هل له دليل؟ طيب أنا لو جيت وقلت هذه الآراء لو قلت لك في السفر مثلا في 46 قول من الأقوال الضعيفة وكل هذه الأشياء أنت كيف تستطيع أن تعمل به؟ بماذا تعمل؟ تضيع صحة الله حشاك أنت يعني أنا أتكلم المخاطب يضيع كيف يستطيع أن يفهم هذا؟ فهو مكلف شرعا أن يقول له الأرجح الأقوى دليلا في نظره وإن كان هناك رأي آخر ورأي قوي ولا سيما لأصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة التي تلقت الأمة بالقبول وأردت أن تأخذ بالأيسر منه تقول أن هذا رأي فلان وهو الأيسر مثلما الآن ذكرت لك في قضية القرط هذا رأي السادة المالكية ورأي الجمهور ليس رأي السادة الشافعية وأنا شافعي المثال لكن لأن هذا فيه مشقة على الناس مثلما أن الإنسان لو يشترى أرضا للتجارة فإن عند السادة الشافعية هو عليه في كل سنة أن يزكي وهذا يشق على الناس لأن الناس يريدون ينتظرون ارتفاع السعر لكي يبيع فهناك مذهب معتبر من مذاهب آل السنة والجماعة يقول بأنه يعامل معاملة المعتكر فإذا باع يخرج زكاة سنة واحدة فالحمد لله فيه يسر فيه تيسير وما صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما لكن يختار الأيسر لمن؟ للناس وليس يختار الأيسر لنفسه هذا لا بد أن يكون ديدا العالم ليس معنى ذلك أنه يختار الأيسر لنفسه اختار أيسرهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فعله سيكون حجة وتشريع للناس فلكي لا يشق على الناس كان يفعل كذا كذا كما فعل في صلاة التراويه وقد ذكرت ذلك قبل عدة أيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى بالناس خرج في اليوم الثاني وصلى بناس أكثر وفي الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع ناس كثير ولم يخرج صلى الله عليه وسلم وقال خشيت لو خرجت لفرضت عليكم ولم استطعتم مثل ما سأله إنسان لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فسأل رجل أفي كل عام يا رسول الله سكت صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعتم وبالفعل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أن لم يجب نعم وإلا كيف يستطيع الناس الآن كل من يحج في نفس العام في كل عام لا يمكن نكمل معك إن شاء الله فضل الشيخ في معنا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيمن يسأل فضل الشيخ ما هو الدليل على إخراج المال في زكاة الفطر الآن شيخنا الخلاف المتعارف عليه في زكاة الفطر هو يسألكم شيخنا ما هو الدليل على إخراج المال بدل القوت نعم أولا إخراج المال أن كثير من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري كان يخرجوا ماله نعم وكثير من الصحابة في عهد الصحابة يخرجون ماله وثم أيضا الفهم من علة تشريع زكاة الفطر ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطهرة للصائم وطعمة للمساكين وقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أيه في يوم العيد والإغناء عام يحصل بالرز يحصل بالقمح يحصل بالشعير يحصل بالمه صح ولا لا المهم أن يستغني هذا الفقير من مد يده للناس في يوم العيد يوم الفرحة فإذا كان الهدف تحقق من الطعمة للمساكين ومن الإغناء فلا إشكال في ذلك وقد قال بهذا مذهب معتبر من مذاهب آل السنة والجماعة وهم السادة الحنفية والآن أغلب المعاصرين يقولون بهذا بل إن في بعض الأماكن يعني أنت لما تريد أن تخرج من غالب قوت البلد ربما لا ينفعهم هذا الطعام الذي أنت تخرجه من غالب قوتك أنت هم يقول غالب قوتهم شيء آخر فهل تخرج غالب قوتهم أم غالب قوتك غالب قوتك أنت مكلف بغالب قوتك فالبديل هذا النقد قد يصله وقد يكون هذا الفقير أيضا يعني لديه رز مثلا لكنه بحاجة لكي يخرج أولاده بملابس لائق يوم العيد حتى لا يشعروا بنقص أمام بقية الأطفال صحيح ولا لا فهذا المال ينفعه أم لا ينفعه هذا الهدف ليس كل شيء كم ولذلك العلماء ذكروا أن هناك أصناف ستة وبعضهم زاد عليه لأن نظر إلى العلة مما يقال ومما يدخر ومما يمكن أن يكون قوتا رسول صلى الله عليه وسلم ذكر القمح الآن أرز طيب الأرز من وين لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لماذا الآن كلهم يقولون بالأرز كان قمحا وشعيرا وعقطا وزبيبا وغير ذلك فضي الشيخ فيما سبق من سؤال إذا كانت هناك آراء غير لأمة الأربعة لكن مثلا عند الإمام الأوزاعي عند ابن حزم عند السحنون نفترض طيب لكن قالوا هؤلاء بقول غير لأمة الأربعة لذلك يقولون أنتم لا تقولون كل شيء تقولون لأمة الأربعة لكن فيه أقوال لأمة معتبرين نعم وأنا ذكرت لك أن أحيانا في قول لبعض أهل العلم الكبار لكن يعتبروا شاذدا لأنه ليس له دليل أو لم يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما ليسوا معصومين معصوم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نعرض آراءهم ثم هذه العلماء المتبعين أربعة خدمت مذاهبهم وألف فيها المؤلفات وكل مؤلف في المذهب خرج دليله وغريبه وتأويلاته وأدلته والآراء المختلفة فيها وتفسيراته وفاهمه وكل يعني فصل تفصيلا دقيقا نعم سأكمل معك فضيل الشيخ هل هو آراء شاذة أم راجح ومرجوح سنأتي إن شاء الله بعد ناهد تفضلي ناهد السلام عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله سألماك السؤال بدي أتقالك في أنا جامع الفردوس قدامي كتير قريب وبسمع صوت الشيخ كتير يعني تمام وبسمع الصوت فيني صلي بالبيت أنا ترويح ما إن شاء الله وبينك وبين المسجد في حاجز لا أبدا لا يعني في سيارات شوارع كذا هلأ في باركينج يعني باركينج السيارات وجامع فورا جنبي يعني البرندة بتطلع الجامع نعم إن شاء الله مشكورة يعني أواد كون عم صلي معه بسمع يعني بردد معه يعني نعم ففيني أنا صلي الترويح من بيتي إن شاء الله إن شاء الله مشكورة يا ناهد شكرا على الاتصال مشكورة على المشاركة فضيل الشيخ قبل أن أتي ناهد فقط ننتهي من هذا المحور أنت قلت شيخنا ممكن تكون أرام شادة هل ممكن شيخنا يكون راجح ومرجوح أنا أريد أن أعمل بالمرجوح ممكن ممكن ولذلك لو رأى الفقيه الفقيه المتمكن أن هذا الرأي المرجوع في وقت ما يكون علاجا لبلوة معينة لعموم بلوة لواقعة حال ممكن أن يأخذ به وأن يفتي به لكن لا يقال لكل الناس كل هذه الأشياء يعني كل الأرائي الضعيفة هذا الضعيف قد يصلح لشخص معين لا يصلح للآخرين يعني هذا لا يشكل في ذلك لأن الدين للكل وأنا لا أستطيع أن مثلا الآن أنا ما أقوله هنا في بلاد المسلمين في شروط قد نشدد حتى في الفتوى في كثير من العمال لكن لما يعيش واحد في المهجر ويكون يعيش حالة خوف ورعب وغير ذلك هل أقول له بنفس التشدد الذي هو هنا لا يمكن أبحث له عن مخرج عن مخرج ما لكن مخرج معتبر يعني له دليل وإن كان دليله ضعيفا ضعيفا نعم نكمل معك إن شاء الله أبو محمد تفضل من أبو ظبي عليكم مضي الشيخ بسرعة خير بسرعة لكم السلام بسرعة لكم حياك الله مساك الله بن نور يا أبو محمد علي جلوس أنزل خطبة الجمعة سنجلس على الكرسي يعني أو لا يجلس الجلوس على الكرسي أثناء خطبة الجمعة إيه إن شاء الله مشكور حياك الله يا أبو محمد شكرا على الاتصال سنذهب إن شاء الله إذا فاصل ونتواصل مع أسئلتكم والمزيد من المشاركات ومع فضيلة الشيخ إن شاء الله الإجابات أرجو أن تبقى معنا أهلا بالجميع ناهد تسأل يا فضيل الشيخ عن تسمع صوت الإمام تماما وهي بينه وبين المسجد شيء بسيط يعني هل تصلي التراوح خلفه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصعبه ومن اهتدى به الذي أدين الله تبارك وتعالى به لابد للصلاة خلف الإمام أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو يسمع الإمام أو يسمع من يسمع الإمام لكن بشرط أن تكون الصفوف متصيلة هنا لما أنا سألتها تقول هناك موقف سيارات بينها وبين المسجد ولابد أن تكون المسجد أيضا في القبلة لأنك أنت تصلي خلف الإمام لا تكون في أمام المسجد أو جنب المسجد يعني بطريقة أو متقدمة على الإمام يعني هذا يحتاج إلى نظر ولذلك يعني الآن ما يحصل في بعض الأماكن من تقدم على الإمام نظرا لزحمة أو شيء يعني والله أنا في نفسي منها شيء حتى الآن لم أستطع أن أستسيغ ذلك يعني رغم قامتي في أمور فأنا أقول لك لكن السادة المالكية يرون هذا الجواز وأقول لك هذا لكن أنا أقول إذا كنت هذا اذهبي إلى المسجد كوني قريبا من المسجد اتصلي بالصفوف إلى المسجد ولا تصلي من البيت أن هناك حاجز مهما يكون صحي أبو محمد يفضل الشيخ أسأل عن أثناء صلاة خطبة الجمعة شيخنا ممكن أن يكون جالسا على الكرسي لا يشكرا في ذلك قد يستريح الإنسان لا يستطي يجلس على مثلا على أفخذه أو ركبه طوال فترة الخطبة فيجلس على الكرسي ثم بعد ذلك عند الصلاة يقدم الكرسي ويصلي قائما وراكعا وساجدا على الأرض يعني في بعض الناس يعني يستطيعون يستطيع أن يصلي يقول لكن أنا أتعب من الجلوس فلا يشكرا في ذلك شيخنا كما نقدمكم في هذه الحلقات بأستاذ الفقه والأصول الآن شيخنا البعض يسأل عندما نفتح كتاب مثل ابن قدامى لما يفتح يجد شيخنا آراء كثيرة يعني آراء للإمام أحمد أو في مذهب الحنابلة ثلاث أربع آراء إضافة إلى الآراء الأخرى فالمسألة فيها يمكن أن يصل سبع أو ثمان آراء ممكن تفسر لنا شيخنا ما معنى في المسألة الوحدة قل هذه الآراء أولا العلماء وظيفتهم أن ينقلوا ما نقل عن الإمام الإمام أفتح في مسألة ما بهذا القول ثم أفتح في هذا المسألة في موضع آخر في كذا ماذا يفعلون هؤلاء يجمعون وينظرون أيهما أقوى فهناك يأتي الآن قضية المذهب المعتمد في المذهب كذا والقول الثاني كذا والرواية الثانية كذا هذه أمانة والعالم لما أنا كن زميلا له يعني ملازما له قصدي في حلقات درسه يأتيه السائل فيسأله سؤال فيجيبه بحسب ما يرى من حال السائل وبحسب ما يصف السائل من حاله فيأتيه سائل آخر فيجيبه على قدر مسألته وكذا كما نقل عن سيدنا عبد الله بن العباس أن دهوء دخل عليه رجل وقال هل للقاتل توبة؟ قال لا فخرج ثم جاء شخص آخر وسأل يا ابن عم رسول الله هل للقاتل توبة؟ قال نعم فتلاميذه استغرب وهم يعرفون أن باب التوبة مفتوح قال لا لكن أنتم لم تنظروا إلى السائل السائل الأول أتى وفي عينيه شرارة يعني فيه الدين فيه فطرة لا يزال يعني فيه ضمير كما يقولون فيه وازع ديني لكنه الآن غضبان ويريد أن يستفتي ليرتكب القتل يريد أن يأخذ فتوى إن لو في توبة الآن أروح أذهب وأقتل وأتوب هو لا يدري الله أعلم إذا ذهبت ومت قبل التوبة ماذا تفعل؟ طيب ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس قطعت عليه الطريق حتى لا يفعل ذلك فالآن لما عرف أنه ما في توبة ما يقتل أما الثاني فقد جاءني وفي عينيه دموع ندم يعني انتهى فعل ما فعل فالآن هل أغلق عليه باب التوبة؟ لا باب التوبة مفتوح نعم أكمل معك فضي شيخ هذا المحور المهم أيضا في موضوع اختلاف الأراء في المسألة الواحدة كيف يأخذ بها الإنسان العامي أمثالنا إذا شفنا كل هذه الأراء سالم من عمان تفضل؟ نعم فالله أعطاك طيب إن شاء الله خير الله عفيت يا سالم الشيخ كيف الحال أعطاكم بخير الله أعطاك تحول عافية آمين دعاك الصالح إن شاء الله آمين يا رب العالمين جزاكم الله خير إن شاء الله أعطا سيامكم وغيامكم آمين يا سالم حياك الله تفضل يا مرحبا أخوي جزاكم الله خير بس أنا سأشار عن صلاة الجمعة نعم إذا المرأة يعني تصلي في البيت وتسمع الخطبة هل تبقى الخطبة وتصلي فرضي عن الظاهر مثلا أو تبقى الخطبة وتخلص على تصلي الصلاة نعم وضع المرأة في البيت مع صلاة الجمعة خاصة إذا كانت جارة المسجد مشكور يا سالم نعم هي جارة المسجد نعم إن شاء الله شكرا يا سالم الله يبارك فيك سحاب من دبي سحاب ألو معنا سحاب من دبي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سبحت أنا عندي ثلاث أسل إلي بارك الله فيكم الله يبارك فيه اشتفضل بارك عليكم الشهر آمين وياك أنا الله يحفظك يا رب أولا بالنسبة لصلاة الجمعة اللي سأل قبل شوي الأخ نفسها يعني ممكن أنا صلي مع التلفاز نعم يعني تابع الشيخ مع التلفاز شايف المصلين وشايف القطبة وأسمعها وكامل نعم أنا وابني أحيانا منصلي التراويح مع بعض هو بيكون إمام يعني أقدر أكون وراه عادي وبأي جهة بقف على اليمين صح؟ إن شاء الله ويقرأ أحيانا ابني من السؤال في ذلك بعد أمرك يقرأ من القرآن لأجل يعني كمال الختمة نستطيع ذلك وحاطينا القرآن على ستاند يعني نعم جانبنا نقدر نشوفه يعني الإمام هو أو أنا أحيانا لوحدي بروحي استطيع ذلك إن شاء الله الله يبارك فيك مشكورة يا سحاب شكرا على الاتصال إذا سالم فضيل الشيخ نبدأ بصلاة الجمعة بالنسبة للمرأة يا قضي الشيخ وهي في البيت نعم لكن جارة المسجد الجواب مثل جواب صلاة الجماعة إذا كانت صفوفهم متصلة نعم بأن تصلي خلفهم هي ليست عليها صلاة الجمعة لكن لو صلت صلاتها صحية لكن إذا كانت الصفوف من قطعة مجرد تسمع الصوت لا ليس لها أن تصلي تصلي خلف الإمام الآن سحاب عنها ثلاثة أسئلة سؤالها الأول فضي الشيخ الآن تصلي خلف التلفاز لا 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 يصح إذا كان خلف الإمام المسجد الذي أمامك هذا محل نظر أما التلفاز لا والله أعلم هذا التلفاز أي صلاة وأي خطبة بعض الناس يريد أن يصلي إذن مع الحرام المك الأوقات تختلف نعم نعم أو مع بعض الصلوات متقدمة على الإنسان صحيح نعم صحيح نعم نعم الأوقات تختلف لا يصلح بهذا نعم الأبن فضي الشيخ يصلي بها صلاة التراويح وين توقف هي تقف خلفه خلفه وليس على اليمين نعم المرأة تقف خلفه خلفه نعم سنكمل إن شاء الله لأنه يقرأ من المصحف أيضا واضعين على رافعة من معنا الآن عبدالله تفضل من دبي عبدالله أنا بس أسهل سؤال بس تفضل يجب الإبن أو البنت أن تكون غاضبة على أمها لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة نعم غاضبة على أمها وغاطعة أمها نهائيا ولا تكلموا إياه ولا غضب بس غضب أمها نهائيا نعم إن شاء الله مشكور يا عبدالله حياك الله شكرا على الاتصال رنا من دبي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بدي أسألك إذا علي أيام من قبل رمضان الماضي بدي أضيهم بعد رمضان لازم تطل عليهم مصاري ولا لأ نعم وبتجوز الصدق على غير المسلم لأنا بعطي صدق على شخص ما بعرف شو تدينه أنا بتجوز على أي شخص طيب السؤال الأول عفونا عليها أيام شيخنا بدخل رمضان ثاني نعم نعم طيب شكرا يا رانا شكرا الله يبارك فيك نعم السؤال الأخير لسحابة فضيلة شيخ وهو موضوع قراءة القراءة من المصحف على المرافعة شخ في النوافل فيه ساعة فيه ساعة أكثر خلاص يما أنها على رافعة وحتى لو بيدها يعني تمسك المصحف وتقرأ فيه لا يشكال فيه لكن ليس مكلفة بذلك تستطيع أن تصليها بإقصار الصور بما تحفظه ثم بعد ذلك تقرأ من القرآن مباشرة لكن إذا قرأت من المصحف صلاتها صحيحة ولا شيء فيه نعم نعم عبد الله الآن فضيلة شيخ يسأل إذا كانت ابن إذا كان ابن أو ابنة غاضب على أمة لمدة سنة وربما أكثر والله ماذا أقول يعني هذا هذا غضب من الله تبارك وتعالى هذا عقوق وأشد أنواع العقوق هذا ألا يخشى أن يأتيه الموت في أي لحظة أن تأتي الموت أن يأتي الموت لوالدتي بعد ذلك الحسرة لا تفيد هذه لا يعرفون هذه القيمة الوالدة الآن الوالدة موجودة حية كل لحظة أنت تقبل يدها تقبل رجلها تقبل رأسها تبتسم في وجهها تسألها عن حاجتها تكلمها تطيب خاطرها كم لك من باب الحسنات ربما بكلمة منها ربما بنظرة منها تدخل الجنة أنت حرمت نفسك الآن من دخول الجنة بهذا السبب كل صلواتك منقوصة الأجر كل أفعالك منقوصة الأجر عقوق الوالدين عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة وأبشر بأن أولادك سيفعلون فيك كما تفعل في والدتك هذا مجرد يقينا سيفعلون فيك فاتق الله وعد إلى رشدك وارجع عن غيك الوالدة هذه لا يعرف قدرها إلا من فقدها الوالدة باب من أبواب الجنة احرصوا عليها على الوالدة والوالد هؤلاء بابين من أبواب الجنة في كل لحظة طيبوا خاطرها طيبوا خاطره الوالد اسألوا لا تنتظروا أن يطلبوا منكم شيئا افعلوا وقدموا لهم والله ثم والله إنكم لتندمون في كل لحظة بعد ذلك لماذا في يوم من الأيام قصرتم في يوم من الأيام ما زرتموهم في يوم من الأيام ما سألتموهم عن حالهم في يوم من الأيام أغضبتموهم أغضبتموهم في يوم من الأيام زعلتم يعني أتعجب والله أتعجب يعني أنا كنت أتوقع يعني العكس السؤال ممكن الأم غضبان أو شيء أما الإبن يصل به العقوق أنه لا يسأل يعني هذا إنسان مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى هذا إنسان الله تبارك وتعالى إلا إذا كان والعلم يعني إذا كان الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك به يعني أبوين كافرين ما ليس لك به علم فلا تطعهما طيب وقاطعهما لا وصاحبهما في الدنيا معروفة ما تقول لهما حتى ولو كان كافرين فكيف رحم الله الأباء والأمات أمين رضي الشيخ رنى رضي الشيخ تسأل سؤالين سؤالها الأول عليها أيام رمضان الفائت دخل الآن رمضان الفائت نعم إذا كنت قد أخرت القضاء بدون عذر نعم يجب عليك القضاء ويجب على كل يوم أيضا إطعام مسكين نعم بحسب عدد الأيام الصدقة على غير المسلم تسأل الصدقة جائزة على كل للكل الصدقة ليس مقصود بالزكاة الزكاة خاصة بالمسلمين أما الصدقة ما تستطيع أن تتصدق على من تشاء غنيا كان فقيرا كان مسلما كان غير مسلم حتى على الحيوانات سأكمل معك فضيلا الشيخ هذا سؤال من نيوزلندا لكن ممكن أن يستفيد أهل تلك البلاد جميعا السؤال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغيير توقيته الصيفي والشتوي وهو يأخذ أدوية منوم وصلاة العشة الساعة عشر سنرى إن شاء الله مع فضيلة الشيخ مثل هذه المسائل وغيرها إن شاء الله بعد فاصل قصير أرجو أن تبقى معنا أهلا بالجميع أيضا قبل أن يوزلندا فضيلة الشيخ مقولة هم رجال ونحن رجال نعم فنحن نقول لهم يا جماع أنت حتى توصل لمقام الإمام الشافع والإمام مالك والإمام الأعظم والإمام أحمد يبغي لك وقت لكن يقولون شيخنا كأنكم هكذا عصمة غير مباشرة يعني لا أقدر أن تقد إمام بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على آله وصعبي ومن اهتدى بهدى أولا أنا لي مقولة في هذا الكلمة هم رجال وشطر رجال وذكرته في مقدمة إحدى كتبين قلت وهم يقولون هذا وهم صادقون في شطر هذه المقولة أي وهم رجال لكن نحن رجال هذه لا بد أن ننساها بل إن بعض المشايخ رحمة الله عليهم جاءه شخص وقال له يا شيخ أبو حنيفة يفهم وأنا أفهم أنا وأبو حنيفة سواء قال صدقت أبو حنيفة يفهم وأنت تفهم وبغلة أبي حنيفة تفهم وربما فهم بغلة أبي حنيفة أحسن من فهمك الأدب مع العلماء هذا واجب أولا ثانيا من الذي يناطح الأئمة إذا كان الإمام الشافعي بجلالة قدره وبعظم منزلته وهذا عالم قريش طيب ورغم هذه المؤلفات الضخمة اللي هو إمام في وخصا في باب الأصول يعني ألف أول من ألف في أصول الفقر وضع القواعد في هذا الأشياء طيب جاء إلى عند أبي حنيفة بعد وفاته وترك القنوة قال احتراما لأبي حنيفة لرأي أبي حنيفة الناس في الفقه عيان على أبي حنيفة ومع ذلك يخالفه في الرأي في كثير المسألة لكن يخالف غير والأدب غير مخالفة يخالفه من واحد مثل الشافعي أنت تريد أن تناطح الشافعي تعال إلى علم الشافعي إذا وصلت إلى عشر علم الشافعي في علم كتاب الله وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم حديث رسول الله وعلم اللغة وعلم البلاغة وعلم الفهم والمعاني والبديء وغير ذلك من العلوم كلها الآن أنا أقبل منك أن تقولك المثل أنت مجرد أن سمعت شريطا أو حضرت محاضرة الآن تتعصب لهذا الشيخ ولا ترضى عليه كلمة والدليل أقول لك هذا واحد من المعاصرين وتسامحوني في هذا لا أسميه قال كلمة فتوى خاطئة لا يوافق أي مذهب من المذاهب الأربعة بناء على رأيه أنا قلت أن هذا الرأي كذا كذا واحد قام قفز لي بالبيل أنت من أن تقول هذا هذا شيخ الاستوات وصله أعلى من الإمام أحمد نفسه مع أني أسبق منه في الدراسة مع أني أكثر منه تعلما مع أني جلست سنوات طوال أكبر منه سنا وجلست سنين طوال درست في العلم على المشايخ الكبار طيب ومع ذلك أنا أجل هذا الشيخ لكن أخطأ في هذا الرأي أقول لا أنت أخطأ في هذا الرأي لا يشكال في ذلك لكن مع الاحترام لكن أنت أتي دافع عن هذا لكن تعال لو قلت له الشافي الشافي أخطأ الآن فيه بالسفهاء في وسائل التواصل الاجتماعي أبدا لا يوقرون عالم أكمل معك فضي الشيخ إن شاء الله أبارك فيك في هذه المواضيع المهمة وغاية في الأهمية بالنسبة لنا جميعا مع هذا الفضاء المفتوح عبر وسائل تواصل مصطفى تفضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الشيخ وهو اختلاط الأموال الحرام بالحلال اشتريت قطعة أرضية منذ مدة طويلة يعني 30% وهي حلال 20% أخذتها من المساعدات المالية بطريقة غير قانونية واقتردت 50% من القرد الرباوي الآن أريد أن أبيعها وأريد من الشيخ أن يشرح لي كيف أتخلص من الدراهم الذي حرام أو القرد الرباوي وإنني سأبيعها بثمن كثير كيف أتخلص الآن 20% كما اشتريت و50% من الربا وكيف توزيع إن شاء الله مشكور يا مصطفى شكرا على سؤالك الطيب مشكور على الاتصال أم يوسف تفضلي من دبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس السؤال للشيخ لو سمحت حبيت أسأل على موضوع الزكاة هل يجود للأهل للأم والأب والأخوان؟ نعم إن شاء الله الله يبارك فيك مشكور على الاتصال إذن الزكاة للأب والأم والإخوة أبو سلطان تفضل يا أخي الكريم من الشارقة السلام عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله الله بالنور حياك الله وياك عندي سؤال بالسفسر باتو من الشيخ إذا كان فلوس الزكاة جمعها الشق سنة كم من سنة ويبغي يبن فيها مسجد أو مشروع لشان يعني يعني أجلسينا ما يقل يعني أجلسينا ما يقل يخلي سنتين تدارس أرضه لين تكمل لأنه هو لين تكمل مبلغ ويسحبها مرة واحدة يعني بو سلطان يعني بو سلطان مجمع فلوس الزكاة عشان يبني مسجد أيوة نعم الله يبارك فيك كم سنة الحين تطلعها أكل سنة لا أخي لا أخي بو سلطان أنا عندي سؤال لك الله يرضى عليك هل أنت تقصد أنك جمعت مالا لبناء المسجد من مالك ولم تخرج زكاة هذا المال أم أنك الزكاوات مال السنوات الماضية جمعته لبناء المسجد لأنه أنا لا الحب سألي سألي لك يعني لا أخي مبلغ المسجد في البنك شاحب من أهل الزكي إيه هاي أنا ما بطلعها لا بطلعها بكملها سنتين ستراك أبع أبهم الرواق نعم واضح إن شاء الله إبو سلطان إذا كل الله خير شكرا هذا السؤال واضح إن شاء الله مشكور يا إبو سلطان وإياك مشكور على الإتصال شكرا جزيلا فضيل شيخ عبدال بسؤال لأخ مصطفى سؤال جميل اختلاط المال الحلال بالحال أولا أخي الكريم أنت يعني في هذا المال في هذا المال الآن انتبه لما أقوله لك أما الثلاثين بالمئة هذا مالك والخمسين بالمئة أيضا مالك لأنك أخذت قرضا نعم ارتكبت معصية في هذا عليك أن تتوب أن تستغفر الله أنت جالس تدفع الربا لكن المال الذي أخذته أصل الدين هذا لابد أن ترجعه مع زيادة فإذا هذا أصلا يعني أصبح مالك لكن الزيادة التي تدفعها هي الحرام وليس الذي تأخذها أنت الآن لم تأخذ شيئا فلم يدخل شيئا من الربا في شراء الأرض وإنما الفعل نفسه والاقتراض نفسه كان محرما عليك فلابد أن تسدد هذا وتسدد سدادك للفوائد الرباوية هذا الذي أوقعك في الحرام فهذا لابد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن لا تكرر مثل هذا الفعل لكن الخمسين بالمئة أصبح مالك فالخمسين والثلاثين أصبح مالك أما ما أخذته بغير وجه حق من المساعدات المالية فهذا ليس مالك لا بد أن تعيده إلى الجهة التي أخذت منه بأي طريقة كانت إما مباشرة إذا كنت لا تخشى ضررا من ذلك وإما بغير ذلك بإسم التبرع بإسم أي شيء لنفس الجهة أن هذا مال مثلا متبرع لكم بها فهذا العشرين بالمئة ما يقابل هذا العشرين بالمئة لا بد أن ترجع إذا كالخير على التوضيح فضي شيخ أم يوسف الآن سؤال وهنا أنتبه أنت الآن لما تبيع بأغلى العشرين في المئة واستثماراتها مترجع لفقط العشرين بالمئة عشرين بالمئة يعني إذا أنت مثلا الآن بعت بمئة بالمئة يعني إضافة يعني اشتريته بمئة ألف وبيعته بمئتين ألف فالآن الذي لا بد أن ترجعه أربعين ألف لأن عشرين وعشرين ربحه نعم أم يوسف شيخنا زكاة للأب والأم والإخوة نعم الزكاة لا تذهب للأصول ولا للفروع لا للآباء ولا للأمهات ولا للأبناء ولا للبنات إلا إذا كانوا مدينين وليسوا فقراء أما إذا كانوا يعني نعم مدينين ليس لديهم سداد البال لكن ليس بصفة الفقر والمسكنة لماذا لأنهم لو كانوا في صفة الفقر والمسكنة كان يجب عليك الإنفاق عليهم ليس أن تعطيهم من الزكاة بل لابد أن تنفق عليهم على أبنائك وإن كبروا وإن بلغوا لكن مثلا نفترض أنه يجد عملا والأب كذلك يحتاج إلى فإن الآن يجب عليك أن تنفق عليهم ولا تعطيهم من الزكاة أما الأخ والأخت وغير الأصول والفروع نعم إذا كانوا مستحقين للزكاة يجوز لك أن تدفع لهم من الزكاة بشرط أن يكونوا فقراء مساكين غارمين بأي صمة من مصارف الزكاة نعم أبو سلطان الآن فضيط شيخ موضوع عدم إخراج الزكاة إلى أن أجمع فلوس أبني مسجد أولا أخي أبو سلطان أنت وقعت في خطائيني وأرجو أن يكون هذا الجواب للجميع أولا مال الزكاة لا يجوز تأخير إخراجها فأنت تأثم في تأثيم الإخراج وإن كانت نيتك حسنة أنك تريد أن تفعل بذلك خيرا كنت نويت بي خيرا فهذا لا يجوز كان ينبغي عليك أن تسأل قبل ذلك تأخير إخراج الزكاة لا يجوز بحال من الأحوال إلا لعذر وهنا لا عذر ثم الخطأ الثاني أن بمال الزكاة لا تبنى المساجد المساجد ليست من مصارف الزكاة حتى ولو أخرجته بمال العام هذا وتريد أن تبني بمسجد لا يجوز لك أن تبني المسجد بمال الزكاة مال الزكاة له مصادر أخرى أما مصارف الزكاة غير ذلك لو افترضنا شيخنا الآن تم تجميع المبلغ طيب كما توجهتم شيخنا ما بنا الآن يجب عليك إخراجها جميعا للفقراء والمساكل لمصارف وليس للمسجد نعم فضي الشيخ انتهى وقت الحلقة في سؤال نيوزيلندا إن شاء الله سنأتي مع فضيل الشيخ في الحلقات القادمة لأن القاطنين في بعض البلدان أيضا موضوع طول فترة الصيام وموضوع توقيت الشتوي والصيف معهم سنتواصل إن شاء الله معكم ومع فضيلة الشيخ أرجو أن تتابعونا كذلك أم محمد اللي التابعين وتبغي النصيحة من الشيخ في موضوع مقاطعة الأبناء لأمهاتهم وآبائهم الشيخ أيضا لديه تعليق مهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما ننسى شكرا للجميع في ختم هذه الحلقة بسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وصوله تحياتي يوسف الحمادي تحت فريق العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الملتقى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم